الدبلوماسية المصرية بتقوم بدور كبير في دعم القضية الفلسطينية ووقف العدوان على قطاع غزة خصوصا بعد ما قدرت تحقق المعادلة في تغيير المواقف الدولية وده أعتقد شفناه على مدار الفترة اللي فاتت وده طبعا ظهر بشكل واضح بعد ما شفنا تراجع النبرة المتشددة اللي تبنيها الغرب تجاه الأزمة مع بداية العدوان الإسرائيلي على أهلنا في غزة تفاصيل وقراءة وفية أكثر عن الموقف الدولي من الحرب على غزة خلونا نرحب بسيادة سفير حسين هاريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق اللي منورنا في ستوديو صباح الخير يا مصر صباح الخير ألاحظتك صباح الخير محمد مواقف متشددة دولية للأسف إذا حبنا نعمل قراءة كده لمشهد الأطراف الدولية وتحديدا الولايات المتحدة الأمريكية تصميم على عدم تمرير قرار بوقف إطلاق النار عبر مجلس الأمن مبارح شفنا حديث من وزير الخارجية أنه لن يسمح بذلك حتى لا تعيد الحماس قدرتها القتالية فيجب أن تستمر إسرائيل في الدفاع نفسها وتستكمل العملية العسكرية شايف موقف الأمريكي زي فمدن بلوقتي بمنطقة صراحة بمنطقة صراحة الولايات المتحدة الأمريكية في ظل الإدارة الحالية الديموقراطية برئاسة جو بايدن هي في وقع الأمر التي تشن الحرب على فلسطين وإسرائيل ما هي إلا أداء في هذه الحرب الأمريكية على فلسطين وعلى العرب وعلى المسلمين إحنا تعودنا أو على القل الجيل اللي أنا بنتمي إليه واللي عاصر حروب كثيرة بين مصر وإسرائيل وبين فلسطين وإسرائيل تعودنا مش مفاجأة التأييد الأمريكي لإسرائيل صحيح وإحنا الشهر الماضي احتفلنا بمرور نصف قرن على حرب أكتوبر وإذا كلمتكم وإذا كلمتكم على التأييد الأمريكي لإسرائيل في حرب أكتوبر حيكون خير مثال على هذا التأييد لكن هذه المرة هذه المرة موقف الولايات المتحدة الأمريكية وموقف الرئيس بايدن شخصيا شخصيا اللي هو أول رئيس أمريكي أول رئيس أمريكي منذ 1948 يزور إسرائيل وإسرائيل في حرب مع العرب وليس هذا فقط وإنما يشارك في اجتماع لمجلس الحرب الإسرائيلي الرواية الأمريكية الرواية الأمريكية لهذا الاجتماع هو أن الرئيس الأمريكي كان يودى الاستماع إلى وجهات نظر القد الإسرائيليين ويطرح عليهم أسئلة لكن وجوده في مجلس الحرب الإسرائيلي يوم 18 أكتوبر يعني بعد 11 يوم أو 10 أيام من بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وجوده على المستوى الرمزي ده أكبر دليل على تواطئ أمريكي صارخ مع إسرائيل في هذا العدوان فاللي بيدير المشهد في غزة النهاردة وفي الشرق الأوسط هي الإدارة الأمريكية فيه جزء من هذا الموقف يتصل طبعا بحماس لكن فيه جزء بقى اللي هو يتصل بما هو قادم يعني عندما نحلل الموقف الأمريكي الحالي نركز على ما تعدوا الولايات المتحدة الأمريكية مع إسرائيل للشرق الأوسط القادم سيناريوهات ما بعد الحرب يعني بعدما الحرب تنتهي وهما نفسهم قالوا سواء الإسرائيليين أو الأمريكان قالوا أن الشرق الأوسط بعدما هتنتهي هذه الحرب لن يكون مثل الشرق الأوسط قبل 7 أكتوبر ومصر في المعادلة وعشان كده حق إمبارح ما كانش مصدفة ما كانش مصدفة إن موقع إسرائيلي غير معروف موقع إسرائيلي غير معروف ينشر الخبر التالي إن وزارة المخابرات الإسرائيلية وزارة المخابرات دي هي بتعد تقارير وبتتعرض على كافة على الجيش على قوات الإسرائيلية وعلى الأجهزة الأمنية وعلى الحكومة فإن وزارة المخابرات الإسرائيلية أعدت تقريراً في 13 أكتوبر الماضي بتقول فيه إيه؟ بتقول إنه الفلسطينيين في غزة يذهبوا إلى سيناء مكتب نتانياهو علق علق رسل وقال دي كونسيرت بيبر كونسيرت بيبر يعني ورقة أو بحث للتداول للدراسة فأنا ليه دربت بالمثل دو عشان ده متصل بالشرق الأوسط اللي الإدارة الأمريكية بتخطط له وزيارة بايدن بايدن أعلن أمس أن أصلي بلينكين حيقوم بالجولة الثانية للشرق الأوسط حيبقها بإسرائيل يوم الجمعة وده نقطة محتاجين نتكلم فيها يعني فأقل من أسبوعين أو في عشر تيام زيارتين لنفس المنطقة وبتكون إسرائيل في حالة حرب ويتم الزيارة لتاني مرة ده شيء في منتهى الغرابة وبعدين مش بس في منتهى الغرابة منتهى الفجاجة في الموقف لو يجوز لنا استخدام التعبير حضرتك الزيارة دي إطارها بيختلف على الإطار الأول الزيارة الأولى كان لسه إسرائيل مع حملة القصف الغير مسبوقة اللي رأيناها كلها يعني زيارة الأولى حضرتك تمت يوم يمكن تمانية أو تسعة أكتوبر وجولة في الشرق الأوسط ظهر خلالها طبعا بدأها بإسرائيل الجولة التانية هيبدأها بإسرائيل ثم ظهر المملكة العربية السعودية الإمارات مصر الأردن وأعتقد أن الجولة بس الإطار اختلف الإطار اللي اختلف وأعتقد أن الموقف المصري الموقف المصري وهو موقف يعني اتصالا بالليل حضرتك قلته الدبلوماسية المصرية الموقف المصري كان حسما وأدى إلى تغيرات في المواقف الأمريكية والموقف الدولي هذا بالإضافة إلى أن مصر في تحركاتها الدبلوماسية بتنسق مع الدول العربية فالإطار المرة دي أنا في تصوري أن وزير الخارجية الأمريكية جاي في الجولة الأولى ما تكلمش على هدنة إنسانية في الجولة الأولى ما تكلمش على مساعدات تدخل قطاع قطاع غزة عبره معبر رفح ما تكلمش المرة دي هو جاي يتكلم على جدا المرة دي جاي يتكلم على هدنة إنسانية دائمة وجاي يتكلم على حضرتك ممكن قطاع حضرتك هدنة إنسانية دائمة دي حاجة غير وقف إطلاق نار آه طبعا وقف إطلاق النار ده بيبقى بقى حضرتك وقف إطلاق النار ده حاجة أكبر ومعناها أن الأطراف المتحربة اتفقت على وقف إطلاق النار توطئة لبحث بقى في الحل السياسي أو توطئة لكيفية التوصل لاتفاق بين الأطراف المتحربة لإنهاء أسباب الحرب لكن الهدنة الإنسانية الهدنة الإنسانية دي لأن العالم كله حتى العالم الغربي والصحافة الأمريكية والصحافة البريطانية والصحافة الفرنسية كلها بدأت تتحدث عن هدنة إنسانية دائمة وسريعة ودوت التعبير ده متاخد ومنقول من قرار الجمعية العامة صحيح اللي حضرتكو تبعتوه اللي كانت الأردن تقدمت بيه وتبنته 45 دولة فهو جاي أول شيء هدنة إنسانية دائمة سرعة إدخال المساعدات وبصورة مكسفة وبالمناسبة هو مبارح بلينك النفس وهو اللي صرح أمام جلسة في جلسات الكونجرس قال إن المساعدات الإنسانية هتتصارع وقد تصل إلى مئة شاحنة في اليوم وده اللي احنا شفناه أمس طب يعني المسير قطع كلام حضرتك هو حديث الهدنة الإنسانية هو الحديث اللي بنشوفه في عواصم كثيرة جدا أوروبية والولايات المتحدة بدأ يعني يصعد بشكل كبير نتيجة ضغط شعبي وضغط الرأي العام ونتيجة أيضا للمجازر اليومية اللي بترتكب في قطاع غزة إذا انتقلنا من موقف الولايات المتحدة اللي حضرتك وصفتوا أنه هو موقف فاضح ويعني منحاس تماما لإسرائيل مخزي مخزي للأسف الشديد ولأول مرة يعني اجتماع مجلس حرب كما ذكرت ووقع لم تحدث من قبل إلى مواقف أخرى أطراف دولية أخرى زي الاتحاد الأوروبي مثلا بدأت النبرة هل تتغير في بعض العواصم احنا شوفنا مبارح وثيقة أوروبية بتتحدث عن ترتيبات الأوضاع ما بعد غزة فكرة الحماية الدولية أو يعني وضع أكثر من طرف دولي وأن تكون غزة تحت الوصاية أو الحماية الدولية شايف الأصوات الأوروبية إزاي وموقف الاتحاد الأوروبي أوروبا منقسمة على نفسها وكما تعلمون حضراتكم أنه كان فيه قمة أوروبية يوم الخميس وجمعة الماضية وصدر عنها بيان بعد مدولات وخلافات في وجهات النظر قبل أن أقاد قمة وخلال المناقشات الإدارة في القمة حول العناصر الأساسية لتحكم الموقف الأوروبي ففي البيان دوت طلبوا بهدنة إنسانية دائمة والمساعدات لكن لم يتحدثوا عن وقف إطلاق النار لأنه أما نجي نحلل الموقف الأوروبي الموقف الأوروبي في زاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة زي الموقف الأوروبي زاء الوضع في أوكرانيا هو موقف تابع للإدارة الأمريكية يعني كان فيه بعض الدول الأوروبية ومن ضمنها فرنسا بتتحدث قبل هذا العدوان على أن أوروبا يجب أن يكون لها قرارها الاستراتيجي الخاص به ده كان تموح بيتكلموا عن كده بس موقفهم في أوكرانيا وموقفهم بقى الأخير بالنسبة للعدوان الإسرائيلي على غزة اندل على شيء يدل أن أوروبا اليوم ليست هي أوروبا جنرال دوغول ولا ليست هي أوروبا جاك شيراك لا دي أوروبا ولا أوروبا بيان البندقية في يونيو عام 1980 اللي كان أول مرة يصدر بيان رسمي عن الدول الأوروبية اللي كانوا ساعتها المجموعة الأوروبية وفيما بعد الاتحاد الأوروبي اللي بيتعامل فيه مع القضية الفلسطينية ببعدها الوطن لا أوروبا النهاردة ليس هذا اللي بيدير المعركة كلها حضرتك هي الولايات المتحدة الأمريكية عشان كده المكالمة التليفونية اللي تمت بين السيد الرئيس والرئيس التانية اللي كانت أول أمس والعناصر اللي وردت فيها هي بتعكس الموقف المصري يعني إذا حضرتك حللت إذا حضرتك حللته العناصر أو الموضوعات اللي تم منقشتها هي كلها حضرتك بتتفق مع موقف مصري فيه طبعا ما كانش فيها وقف إطلاق نار لأن الولايات المتحدة حتى أمس تجير القصري للمواطنين الفلسطينيين تماما وفي مكالمة أمبارح مع بين بايدن وبين الملك الأردن برضو أكد هذا أكد على العنصر التالت بقى حضرتك وده بيتطفق تماما مع الموقف المصري هو إنه مصر والولايات المتحدة الأمريكية هيتعاونانا في تنفيذ حل الدولتين إذا حللنا إذا حللنا كل ما جاء في هذه المكالمة التليفونية بين السيد الرئيس وبايدن هنجد أن الموقف المصري منذ اليوم الأول فرض نفسه على الأجندة الدولية هل الموقف المصري وشدة الحسم اللي بيتكلم بيها سيدة الرئيس منذ البداية أنه يعني لا مساس أبدا بالثوابت المصرية ولا مساس أبدا بالأراضي المصرية وفي نفس الوقت مع حل الدولتين لإيجاد حلول للقضية الفلسطينية ده ساعد في تخفيف حدة الخطاب الأجنبي اللي كان بيتم التعامل به يعني إحنا شفنا ومازال الموقف على الأرض إلى الآن إن مكرام مثلا لما كان بيزور مصر كان بيتكلم في أنه هناك مهاجمة لكل ما هو يهودي فقط لأنه يهودي واتكلم فيه حاجات من هذا القبيل ولكن نهاية المباحثات إنه سمح أو بعت طيارات للمساعدات الموقف الإنساني تغير حتى وإن لم يتغير الموقف السياسي هو الموقف الأمريكي والموقف الأوروبي تجاه العدوان الإسرائيلي أو الحرب الإسرائيلية الخامسة على قطاع غزة حتى هذه اللحظة لم يتغير في بعده الإستراتيجي ويقوم على مبدأين والمبدأين غلط مبدأ الأول حق إسرائيل في الدفاع النفسها أو المبدأ وده مبدأ خاطئ ما كل الدول الفرنسطينيين عندهم حق للدفاع النفسه ولهم حق ده شعب تحت الاحتلال وله كامل الحق في مقاومة الاحتلال ده المبدأ الأول المغلوط لأمريكا وأوروبا دائما حق إسرائيل في الدفاع النفسها المبدأ الآخر هو أنه يجب القضاء على حماس وده مبدأ مغلوط لأن نفس الأمريكان بيتشككوا في قدرة إسرائيل في القضاء على حماس أيوة ممكن ممكن هتحدي من القدرات العسكرية الحماس لكن لن تقضي على حماس وإذا افترضنا جدلا أن أنت نجحتي في القضاء على حماس أنت بهذا العدوان الشرس بتغذي حماس أخرى أنت بتؤدي إلى التمهيد لزهور حركات مقاومة أقصر تطرفا من حماس وبعدين عندما يتحدثون عن حماس طب إنتوا عندكم فكرة هي حماس دي إيه بالضبط حماس فيه زراع العسكري وحماس فيه الإدارة الإدارة اليومية الإدارة الحكومية اليومية في القطاع ثم هناك الخلفية التاريخية لحماس حماس موجودة مش كتنظيم مش كحركة مقاومة حماس كفكرة موجودة فيه قطاع غزة من 1973 شيخ أحمد ياسين في 1973 أسس جمعية خيرية جمعية ذات التوجه إسلامي من 73 من 73 حتى تأسيس حماس حركة المقاومة الإسلامية تمام كده حتى الإعلان عن تأسيسها في عام 1987 كان في الاحتلال الإسرائيلي في ظل الاحتلال الإسرائيلي فحماس موجودة أحب بقى أقول لحضراتكم حاجة بقى بالنسبة بقى لحماس والنهاردة نتانياهو بيقول يجب القضاء على حماس لا نتانياهو نتانياهو شخصيا في اجتماع مع الليكود الحزب اللي هو بيتولها رئاسته قال نحن الدعم المالي الحماس ده يؤدي إلى عدم قيام الدولة الفلسطينية قال لهم لأن الدعم المالي الحماس ده بيقوي حماس في قطاع غزة وبيعمق الانقسام بين حماس وبين السلطة الوطنية الفلسطينية وهذا الانقسام الفلسطيني يعرقل إقامة الدولة الفلسطينية نتانياهو منذ اليوم الأول من تولي رئاسة الحكومة الإسرائيلية في عام 1996 وهدفه غير المعلم هدفه غير المعلم هو عدم السماح بقيام دولة فلسطيني وده كمان يدفعنا الفكرة أنه تاريخيا سعد سفير ما فيش حركة مقاومة بتهزم يعني تاريخيا دائما حركات المقاومة في النهاية حتى لو الأمد طال بتنتصر على المستعمر وده وقاءة كثيرة جدا لو تكلمنا عنها لما نجي نتكلم على الموقف العربي لأنه مهم جدا أننا في لحظة تاريخية دقيقة أعتقد لم تمر بها المنطقة من قبل فكرة هذا العدوان بهذا الشكل الصارخ والمخزي زي ما حضرتك سميته بيتطلب موقف عربي قوي وحاسم وموحد في دعوة لعقد قمة عربية طريقة في الرياض خلال الأيام يعني خلال الأيام يوم 11 نوفمبر ما المطلوب عربيا يا فندم ما الذي يمكن أن يقدم خلال هذه القمة ليعكس موقف عربي موحد يمكن أن يكون ضاغط على عواصم صنع القرار في العالم سؤال أحييت عليه العالم العربي وإحنا قدامنا نموذج نموذج كيف تعامل العالم العربي مع حرب أكتوبر منذ نصف قرن وإزاي الموقف العربي والتضامن العربي والصمود العربي في حرب أكتوبر وما بعد حرب أكتوبر أدى إلى تغيير في المعادلة الدولية الخاصة بالمواقف الأمريكية والأوروبية تجاه الصلاع العربي الإسرائيلي اليوم ينبغي على العالم العربي طبعا العالم العربي النهاردة بعد الربيع العربي مش هو العالم العربي الذي كان قائما منذ خمس عقود يعني عشان لكن لكن أبسط مثال العالم العربي يعمل إيه العالم العربي بلغ الإدارة الأمريكية إذا كنت أنت يا إدارة بايدن كملت سياسة إدارة ترامب فيما تسمونه بالاتفاقيات الإبراهيمية هذه التفاقيات لن يتم تطويرها إلا برفع إسرائيل اللي احسرها عن قطاع غز ده أبسط طلب أبسط طلب سيد محمد بسبب الإخلاء فندم يعني عفو المقاطعة برضو السؤال أنا أسفل في المقاطعة فكرة أنه إزاي أمريكا بتتجاهل مصالحها تماما في المنطقة وحلفائها يعني عندها مصالح مهمة مع دول عربية كبرى ومع أطراف إقليمية مهمة بتتجاهلها تماما لمصلحة إسرائيل يعني تحليل حضرتك لهذه اللحظة أنه أمريكا لا ترى إلا إسرائيل في المنطقة حضرتك بالنسبة من وجهة نظر أمريكية الموضوع مش بيطرح كده يعني النقطة اللي حق أسرتها دي مرة أسيرت مع مسؤولين في الإدارة الأمريكية حضرتك تعرف ردهم كان إيه الولايات المتحدة الأمريكية تعرف أين مصالح طبعا ده مصالح مع السعودية ومصر ومع الدول هي أمريكا إسرائيل إسرائيل حضرتك زي بالزبط أوكرانيا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا بالنسبة الروسيا في الفكر الاستراتيجي أو التقديد الاستراتيجي الأمريكي دولة بتحصل على كل الدعم والمساندة السياسية والمعنوية والعسكرية والمالية دولة في شرق أوروبا على حدود روسيا ودولة في قلب العالم العربي لتحقيق الأداف الأمريكية والرئيس بايدن إحنا مباشر معنا سعادة السفير من معبر رفح عربيات الإسعاف وعربيات الإندادات وهي بتعبر المعبر وهي مصطفى نحيي قرار الحكومة المصرية باستقبال الجرحة باستقبال الجرحة الفلسطينيين من قطاع غسطينيين نحيي قرار الحكومة المصرية كان مهمة جداً مننا اللي هو استقبال حوالي 81 مصاب فلسطيني إصابات خطيرة صعب أن تقدم له العلاج الطبي داخل القطاع فزي ما احنا شايفين دلوقتي الصورة أعلى المساعدات الإنسانية ساعة السفير اللي بتدخل ده لا يتمثل يعني ضغط دولي على إنه الناس عمالة تقول إن المساعدات الإنسانية لا تزيد عن 3% من المحتاجات بالفعل قطاع غزة كل ده مفيش حد دولية قادر يمارس مزيد من الضغط لدخول المساعدات إنسانية مدام تشدقون بالإنسانية أنا متفق مع حكة تماما موقف الولايات المتحدة الأمريكية اختلف بعد المكالمة بين السيد الرئيس والرئيس الأمريكي جو بايدل وكما قلنا أن بلينكين أمس أعلن أن المساعدات الإنسانية هديد وحتصل إلى 100 شاحنة في اليوم وحضراتكم عارفين أن قبل العدوان الإسرائيلي على غزة كان 500 شاحنة تقريبا بتدخل قطاع غزة يوميا يوميا لكن إحنا كمصريين وكعرب وكمسلمين أيوة نطالب بالهدنة الإنسانية وأن المساعدات الإنسانية لكن الموضوع لا ينبغي علينا أن نختزله في المساعدات الإنسانية إحنا أنا كنت عايزة أسأل حركة السؤال ده هل بيتم تحويل القضية بشكل أو بآخر من قضية حق التقرير مصير وقضية سياسية لقضية مساعدات الإنسانية والموضوع بيتم تحويله لشكل مختلف؟ هو الغرب الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا اختزلته في المرحلة الحالية في المساعدات الإنسانية لكن مصر رفض تماما بتتحدث عن وقف إطلاق نار صحيح وحل الدولتين وحل الدولتين ومصر حتستمر في المطالبة بوقف إطلاق نار وبحل الدولتين وقرار الجماعية العامة إذا حضرتك روحته لقرار الجماعية العامة هو بيتحدث عن هدنة إنسانية دائمة وفورية ومستدامة توطئة لوقف الأعمال العدائية فالموقف المصري والموقف العربي وده اللي أتوقعه من القمة العربية الطريقة التي دعا إليها رئيس السلطة الفلسطينية السيد محمود عباس أنه هو حيركز على وقف إطلاق نار لكن زيارة بلينكين للمنطقة المرادة هي جاية أتصور أتصور طبعا تأكيد الدخول المساعدات الإنسانية لكن أنا أتصور أنه سيبقى فيها جزء كبير هي برضو قبل القمة العربية الطريقة هيبقى فيه عنده هدفين الهدف الأول ده هدف مكرر ألا وهو عدم اتساع المواجهة في المنطقة وهيطالب الدول العربية أن هي تبزل جهدها الدبلوماسية لعدم اتساع المواجهة في المنطقة جميل أولا سعزين نذكر برضو السادة المشاهدين الصور نحن شايفينها مننا على الهواء مباشرة من معبر رفح وإدخال سيرات الإسعاف من الجانب الفلسطيني إلى الجانب المصري ونقل المصابين للعلاج على الأراضي المصرية وزي ما أكدت بعض المصادر بالأمس على أنه مصر سمحت النهاردة باستقبال الجرحة الفلسطينيين يعني أصحاب الحالات الخطرة للعلاج في المستشفيات المصرية وزي ما احنا شايفين الصورة على الهواء دلوقتي دخول سيرات الإسعاف وهي تنقل الجرحة الفلسطينيين البعد الإنساني حاضر وده ثابت من الثوابت الخاصة بالمقربة المصرية أو السياسة المصرية للأزمة في غزة البعد الإنساني يعني مصر من أول يوم يعني تعرضت له ضغوط عشان تفتح معبر رفح هو كان مفتوح لكن ده اللي طلب منها من الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبي أن تفتح معبر رفح وبعد الدول في أسيا عشان مرور مزدوج الجنسية ومرور الأجانب بمختلف جنسياتهم اللي بيحمله جنسية مزدوجة فمصر ردت من اليوم الأول صراحة كان موقف قوي جدا إذا كنا حنفتح معبر رفح أو إذا كنا حنسمح بمرور الأجانب في نفس الوقت بالتوازي مع ذلك بالتوازي مع ذلك وخدوا بالكم التوازي مع ذلك مش بالتتالي لا بالتوازي أننا نتخش المساعدات الإنسانية ساعتها الولايات المتحدة الأمريكية ولا أي دولة أوروبية كانت بتتحدث عن مساعدات الإنسانية اليوم أو اليوم بيتحدثوا عن مساعدات الإنسانية لكن الموقف المصري مش بس يعني المساعدات الإنسانية دي حضرتك ده فرع صحيح لكن الأساس هو وقف العدوان الأساس جوهر الموقف المصري الرسمي اللي هو بيحكس حضرتك الرأي العام المصري يعني فيه تناغم بين الرسالة التي تشدر من القيادة أو من الدولة المصرية وبين مشاعر الشعب المصري وده اللي احنا شفناه يعني مبارح حتى في مشهد في سينة مبارح لما شفنا مؤتمر وزيارة رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي بصحبة سبع وزراء إلى الكتيبة 101 واجتماعه مع مشايخ وعواقل سيناء كان فيه حالة من الاستفاف الشعب أو التوحد وراء القيادة السياسية في هذه اللحظة احنا مهم جدا أن نؤكد على الرفض التام للتهجير الرفض التام لأي سيناريوهات محتملة لوطن بديل أو وطن مصطنع داخل سيناء وترحيل الفلسطينيين فده من الثوابت اللي من أول يوم من الحرب القيادة السياسية أو الدولة المصرية بتؤكد عليها المبدأ الثاني بقى والهدف الثاني لجولة بلينكين هو الحديث مع الدولة أولا يأخذ رأيه إسرائيل لأنه في إسرائيل أعلنوا أمس ولأول مرة أنهما بدأوا يعدوا دراسات على الفترة على قطاع غزة وكيفية إدارة قطاع غزة بعد أن تتوقف الحرب فبلينكين هدفه الثاني هو يتحدث مع الإسرائيليين يتعرف على تصوراتهم ثم يذهب إلى العواصم العربية اللي هيزورها يناقش الأفكار الإسرائيلية بس وكأنها أفكار أمريكية مع الدول العربية الفترة ما بعد انتهاء الحرب وكيف سيتم لأن النهاردة الفكر الأمريكي كله كيف سنتعامل مع قطاع غزة ومن يتحمل مسئولية إدارة قطاع غزة وفيه سيناريوهات كتيرة عرضت واحتمالات كتيرة إزاي هيكون عليه شكل القطاع بعد انتهاء الحرب أو في اليوم التالي لانتهاء هذه الحرب شكرا جزيلا دايما بتشرفنا لا العفو شكرا على استضافة وتحية للشعب الفلسطيني الصامد أمام العدوان الإسرائيلي شكرا شكرا جزيلا سعد سفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق صباح الخير صباح الخير يا مصر